يعيش المواطنون في بلدة عزون شرق قلقيليا ظروفا صعبة نتيجة استمرار الاحتلال في عدوانه على البلدة المتمثل في الاقتحامات اليومية ومداهمة منازل المواطنين وشني حملات اعتقالات لا تتوقف وكأن الاحتلال الوثار عند عزون أبدو يخلصه يوميا اكتحامات يوميا مضايقات يوميا اعتقالات يوميا احتكاكات بالشباب لا يكادوا يتركوا عزون يوم واحد بدون مداهمات أو بدون دخول واستفزاز له العزون جيش الاحتلالي فرض حصارا على البلدة منذ السابع من أكتوبر حتى يومنا هذا من خلال إغلاق المدخل الرئيس للبلدة وإقامة معسكر احتلالي جديد ساهم في مضاعفة معاناة المواطنين اليومية يعاني هذه العزون يوميا المعاناة ونتيجة الاغلاق نتيجة الاغلاق المتواصل الذي يستمر أيام والمدخل الشمالي المغلق منذ قبل سبع أكتوبر وكافة المداخل إضافة إلى معاناة نتيجة معاناة من المستوطنين الذين يقومون بلقاء الحجار على الشارع ما يسمى شعار الاتفافي خمس وخمسين الوضع الاقتصادي في بلدة عزون موضع مدمر نتيجة الاغلاق المتواصل وانعكست هذه الإجراءات العنصرية على مجمل الحياة في البلدة حيث لا يستطيع أغلب المزارعين من وصول أراضيهم كما أن عددا من المحال التجارية أغلقت أبوابها نتيجة ذلك إن معاناة المواطنين هنا ليست بالجديدة لكنها أصبحت مضاعفة وتتخذ أشكال مختلفة حيث يتلذذ الاحتلال بمعاناة شعبنا من بلدة يعزون شرق قلقيليا أنا للجدع تلفزون فلسطين ترجمة نانسي قنقر